بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسن واللواء دروس الزبيدي برقية تعزية ومواساة منفصلتان في وفاة الشخصية الوطنية المناضل العميد صلاح بن هشان الذي وفته المنية بمدينة المكلة بعد حياة حافلة بالتضحية والنضال وعدت برقية تعزية مناغب أدوار الفقيد البطولية في مواجهة الاستعمار البريطاني وإسهاماته في النهوض بمستوى الأداة في القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية خلال فترة عمله وعبر اللواء البحسني واللواء الزبيدي عن خالص العزاء والمواساة إلى نجل الفقيد علي صلاح بن هشان وإخوان الفقيد وأفراد أسرته وذوي كافة في هذا المصاب الأليم سائلين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة هو أن يسكنه في الصيحة الجناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر